ازايكم يا احلى جمهور حكاية هنا قناتنا بتارد كل انواع للحكايات والروايات بشكل مختلف وكمان بنقول اللي عنده قصة او مشكلة بنعرضها له في شكل درامي على القناة وقبل ما نبدأ حكايتنا ياريت تدعمونا باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان احنا بنكبر بيكم ويلا بينا نبدأ حكايتنا في قناة حكاية هنا وصل ادم الشركة وحاول الدخول لكنه منع رجال الامن ولكن في الوقت ده ادم ما عندهش وقت ان هو يستنى للنقاش فعاد يضربه باللقاميات حتى وعى الارض وفقد الوعي اما فرض الامن التاني فهرب وراح ادم بسرعة في الشركة علشان يبحث عن حبيبته وطفلته حتى وصل للمكتب فلا مقفول فحاول ان يفتحه ولكنه كان مقفول جامل وبص ادم للسكرتيريا افتح الباب مش 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 معايا مفتاح وخرج ادم مسدسه وقال جامل اوي انا معايا وصوب ادم مسدسه للباب واطلق رصاصة والباب اتفتح وادم زقه برجله وبيبص لجميلة مرمية على الارض وحازم بيحاول ان يتهجم عليها حس ادم بالغضب الشديد وشد ادم بعيد عن جميلة اه ياه وحيات امك لقتلك وعد ادم يضرب حازم الجامل وما بدهش الفرصة ان هو يدفع عن نفسه وجميلة خافت وقعدت في احدى اركان الغرفة وضم نفسها علشان هي يحس بالرعب وادم ما بتوقفش عن تزديد اللوكميات في حازم بدون وعي حتى ان هو لاحظ انه فقد وعيه وفي تلك اللحظة وصل كريم وبمجرد ان هو شاف جميلة ادم انكمشه وراح نحية ادم وحاول ان هو يبعده عن حازم وهو بيزعق له سيبه يا ادم خلاص هيموت في ايدك ولكن ادم في الوقت ده كان اشبه بالاسد المفترس حتى النزاق كريم بقوة فاشار كريم للزباط ان هما يبعدوا ادم عن حازم وبعدوهم عن بعض سيبوني سيبوني يا موتو سيبوني وما بتوقفش عن الزعيق حتى ان سمع صوت جميلة وهي بتقول ادم وراح نحيتها وقالها بمحنان جميلة وعنيها اتملت دموع وقلقت بنفسها في حضنه وبيبص ادم لكريم وبيقول له انا عايزه ما يشوفش نور الشمس لتاني تفاهم يا كريم ما تقلقش يا ادم سيب لي الموضوع ده روح انت بس وجميلة وما تشغلش بالك واخد ادم جميلة وشلها وصل بها للبيت وحطها في سريرها وهي يعنيها بتعيط ادم ما تسيبنيش ما تخافش يا حبيبتي انا جنبك ومش هسيبك وثبيته جميلة وغمضت عينها وادم قاعد جنبها وهو قاعد يبص لها بحنان وقلبه بتعصر عليها وبيغمض عينه وبيقعد بذكرياته الاخوات بقوا فيه اعداء ونرجع في لاشبك في نص الليل كانت الساعة 12 بالليل كانت والدة ادم بتصرخ لا اسماء يعني ايه ما جاش الدارس امان راح فين يا ماما ما انا قلتلك هو نزل معايا الساعة سبعة على اساس ان احنا راحين الدارس ولما وصلنا قالوا ان هيروح يقابل ناس اصحابه ويجيبهم ويجي ومن ساعتها ما شفتوه يعني ايه ابن راح او يا دناية ايه دي يا ماما ان شاء الله هيكون كويس وفتح باب الشقة وبدخل ادم وبتجري الام عليه وتقول له هي يا ابني لقيته للاسف لا سألت عنه في كل حت ومالوش قصر يعني ايه يعني ابن ضاع اخوك ضاعي ادم يا دناية يا رب وقرب منها ادم وحضنها وقال لها ما تخافش يا امي انا هنزل دلوقتي ومش هرجع غير هو معاي انا كمان كلمت كريم هو كمان بيدور عليه وكانت الام راح تتكلم لكن قضعتها خبطت الباب امجد ابني وبتجري وبتفتح الباب وبيبصوا قدامه ولا امجد بس حالته ماش هي امجد انت كنت فين ومالك عامل كده ليه شووووووو Weather امجد شوووووو كويس وشد ادم امجد ودخله جووه شقة واععده على الكرسي ومامته كانت بتبصه له بصات وكان صعبان عاليها ان منها الصغير في الحل Patty واسماء كانت زعلانة ان هي شايفه ده وقمه upgrades وادم بيقرب منه وبيقوله كنت فان يا أمجد وما لك كده مش على بعضك ليه مش على بعض ازاي مانا زي الفلة هو ولا انت هتعمل علي يا صابت يا حضرة الصابت وشم أدم ريحته ولقى شارب وريحته قحول يا نهرابو كسود انت شارب مخدرات يا محترم نهرك يا سود مخدرات وبتقرب من أمجد رد على أخوك يا أمجد وكذبه ودفع النفس ودفع النفس لها وكذبه لها وأصلا هو بيقول الحقيقة وقامت دربة الأم دربة قوية انت جننتي ووقفت والدته وبتبصله بدهشة وآدم شده من هدومه وقال له انت جننت ازاي تكلم أمك كده أمي صدق دحكتني هي أصلا إمتى كانت أمي انت تقدر تقول دي كانت أمك انت أيوة أنا ما كانش ليا حد غير أبوي ولما مات أنا بقيت لوحدي عارف ليه علشان ما حدش كان بيضمن غيره وما حدش كان بيحبين غيره أما هي مش بتفكر غير فيك وبس وكأنها ما جابتش غيرك كل تفكيرها كان فيه آدم آدم كل آدم شرب آدم نجح آدم دخل الشرطة آدم بقى زابط وحتى وانت لسه فظلك سنتين وتتخرج شايفك زابط ورائد كمان أما أمجد لا أمجد يولع أمجد فاشل أمجد مهمل أمجد غير متحمل المسئولية طول عمرها بتفضلك علي طول عمرها شايفاك أنت أحسن مننا كلنا عارف أنا لما كنت بكلم معاك بيبقى علشان خاطر أبويا وبس غير كده أنا بكرهك لا أنا بكرهكم كلكم وهي السبب اللي كرهتني فيكم أنت السبب يا أمي كرهتيني في حياتي عارف أنا ليه ما كنتش بذاكر مش علشان فاشل لا علشان أعند معاك عارفة أنا هد الوقت في ثلث سنوي وحب أقولك أني ما فتحتش كتاب عارفة ليه لأن أنا عايز أضيع مستقبلي علشان أوجاعك أنا عايز أوجاعك عايزك تنقهر علي وقف أمجد عن الكلام لما لقى آدم ضربه في وشه وأمجد بيقوله أنت تجننت بتمدي إيدك علي وآدم كان رايح يرد عليه لكنه سمع صوت أسماء بتصرف ماما ماما إلحقني يا آدم ماما مش بترد علي وجرى آدم ناحية أسماء ولقى والدته مرميه على الأرض وفقد الوعي وبيبص الأمجد وبيقوله اطلع برة مش عايزة شوف وشك وأقسم بربي لو حصل لها حاجة لحقتلك يا أمجد وبعدين آدم غدومه للمستشفى ولكن الوقت كانت أخر فقد أصابها أزمة قلبية وتوفد وحضن آدم أخته علشان يحاول يهديها بعد ما سمع خبر وفاة أمه وانتهى آدم من تلك الزكرة البائسة وليمسح دموعه وبيبص الجميلة والأهل لسه نيمة فأمن جنبها وقاعد في البلقونة وهو بفتكر أن من ساعة اليوم ده هو ما تقابلش مع أخوه حتى أمجد ما جاش عايزة أمه وما شافوش من أربع سنين تقريبا أو أكتر حتى اليوم اللي هو كان جاي فيه علشان يقتله بأمر من البص وكده خلصت حكايتنا النهاردة ويريد تقولوا توقعاتكم وما تنسوش تدعمونا بالليت والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان احنا بنكبر بيكم وليكم وتقولوا اي رأيكم في قناتنا سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة